هكذا بات مشهد بحيرة ساوى الطبيعية والشهيرة في محافظة المتنى والعراق بشكل عام والتي يمتد عمرها لألاف السنين اختفاء شبه كلي للبحيرة التي جفت ولم يبقى منها غير بعض البرك والمستنقاعد نحن أصغار نسمع أنه بحيرة ساوى ما لها عموق وما تنشف ولكن سبحان الله الحفر العشوائي والإهمال والاندثار الذي حصل محيط البحيرة أدى إلى اندثارها ونحن نتحسر عليها طبعا كانت معلم نفتخر بها أمام المحافظات أو العالم أنه عدنا معلم سياحي ولكن ما أعتقد بعد ترجع ولو هذا يمرب العالمين بس يعني علميا يقولون ما ترجع بعد ويرجع المختصون أسباب الجفاف إلى التغير المناخي فضلا عن قيام الفلاحين وأصحاب المصانع والمعامل بإنشاء الآبار الارتوازية التي أسرفت في استخدام المياه الجوفية معامل اسمنت وشركة الملح التي هي أقرب شركة لمحيط بالقرب من البحيرة تقريبا هنا أكثر من سبع آبار ضمن هذه الشركة ذات قوة تصريفية جدا كبيرة أثرت بشكل سلبي على البحيرة هذا السحب الزائد المياه أثر على الدفع الهايدروليكي للمياه باتجاه البحيرة ويحمل أهالي المحافظة المسؤولية الكبرى للحكومات المتعاقبة وأحزابها التي همشت الأزمات البيئية الكبيرة التي تعيشها المحافظة والعراق بشكل عام ناشدنا أكثر من مرة ووقفنا وقفات احتجاجية ووقفات مناشدة وحتى بكاء على أطلال بحيرة ساوى لكن لم نلمس من الحكومة الاتحادية أي تدخل بهذا الموضوع أي وضع أي حلول لهذه المشكلة التي ألمت بهذه البحيرة بحيرة ساوى تعاني من موت بطيء أو هي بالأحرى بحيرة يعني يقال عنها أبسط ما يقال أنها توفيت بسبب عدم اكترات الحكومات المتعاقبة وعدم اهتمام الجهات المختصة وعدم موجود خطط واقعية لتنفيذ السياسة المائية في البلاد بحيرة ساوى من المسطحات المائية الفريدة فهي مغلقة ومالحة ولا يصب فيها أي نهر كما تتزود بالمياه الجوفية من العيون في أرضها ويأمل العراقيون أن تعود لسابق عهدها